الاتفاقية ذات نصت وإن هي برعاية الأمم المتحدة بس أنا دار أدكم تناقضات عشان تعرف إحنا ناتوا إن ناقشينا في كلام يا أخي أسياده ذاته والله إما ما مهتم من به أو دا كلام عبارة عن عن جهل وتخبط الاتفاقية كانت برعاية الأمم المتحدة ومن المواثيق بتاعت الأمم المتحدة إنها تحترم كل المواثيق الدولية ولا تتدخل في الأديان والثقافات بتاعت أي دولة جاءت نصة الاتفاقية في أول صفحة من صفحاته في أول صفحة من صفحاته إنه قال وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من ثلاثين مادة في قالب قانون ملزم يلا ركزوا معي قالوا في قالب قانون شنو ملزم والاتفاقية أصلا مبنية مننا الأول على أساس شنو إنها هي تتبع برعاية من؟ من؟ الأمم المتحدة فإذا من أول صفحة في الاتفاقية هي تناقض المبدأ بتاع القائمة عليه وهي قائمة على قانون الأمم المتحدة فناقضت قانون الأمم المتحدة ده أول حاجة الأمم المتحدة بتقول لنا ما تتدخل في ثقافات البلد ولا في دينه وهما من الأول قالوا القانون ده ملزم قالوا وتطلب أن توافق الدول الأطراف عن أي دولة وقعت على أن كل العقود والسكوك الخاصة الأخرى التي تقيد من الأهلية القانونية للمرأة يجب أن تعتبر لاغية وباطلة إذن الاتفاقية بتناقض الأمم شنو المتحدة دي من الأول دي من الصفحة الأولى ونحن يا أخواننا نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل وربنا قال لو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه شنو اختلافا كثيرا القرآن ما بتناقض ودي متناقضة من الأول طيب اثنين من أوجه التناقض الفضيعة جدا الاتفاقية سمحت للدول الموقعة أن تتحفظ يعني فيها تلاتين مادة ممكن أنت لمن توقع تقول أنا بتحفظ على المادة من واحد لعشرة بتحفظ على يعني شنو يعني ما بنفزها طيب كيف تكون الاتفاقية ملزمة وفي نفس الوقت يسمح للدول الموقعة أن تتحفظ كيف طيب أنا ممكن أخذ تحفظ هذا التحفظ يلغي أغلب الاتفاقية صح ولا ما صح التحفظ بالمناسبة بتاع السعودية ومن الموقعين تحفظ السعودية في تقديري ينشف كل حرفٍ في الاتفاقية السعودية عمل التحفظ من جملتين أنها توقع على الاتفاقية وترفض أو تتحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية تاني خلت شنو في الاتفاقية ما خلت فاولية شيء السعودية قالت لهم أن إحنا أي شيء بخالف الشريعة الإسلامية ما بنطبقه وبخالف قوانيننا المحلية ما بنطبقه فضل شنو تاني ما فضل شيء إذن من التناقض في الاتفاقية كونها تسمح باش نو بأنه إنسان يتحفظ